بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا ومعرضوا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيدوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا أشع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريتم فلا تملكونني من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بها من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نفير مبين قل أعايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهددوا به فسيقولون هذا ومن قبله كتاب موسى إماما ورعما وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينفر الذين ظلموا وكشرى للمصدين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ورصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ورضته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ شهدا وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى واردي وأن أعمل صالحا تغطى وأصلح لي في ذكريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وأتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه وفل لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستقي فان الله وينك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساقير الأولين أولئك الذين حط عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار يذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجدتنا لتأثكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارقا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارق منطرنا بل هو ما استعجلتم به من فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وأقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغهى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها فأغلوا عنهم وذلك يشبهم وما كانوا يسهرون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرى فلما حضروا قالوا أنصدوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل منه بعد موسى وصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرهم من عذاب أليم وبل لا يجب داعي الله فليس بمعجث في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السمعات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يهي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال خذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يحلم إلا القوم الفاسقون ترجمة نانسي قنقر